اشتركوا في القناة عن بعد ممن تجاوزت أعمارهم سن الدراسة في المراحل الدراسية وبشأن قيام الحكومة الموقرة برفع نسبة الدعم الحكومي لمستهلكي الكهرباء من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني خلال موسم الصيف وفي بند الاستدراك تم تقديم الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن العمل على شمول جميع موظفي القطاع الخاص الداخلين الجدد والموظفين القدامى ببرنامج تمكين الجديد الرامي إلى رفع الحد الأدنى للأجور وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تشديد رقابة الجهة المعنية على دفع الأجور المستحقة للعمال في الشركات والمؤسسات الخاصة وبشأن وضع آلية لتجنب أي تأثيرات سلبية لعملية تحديث نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتمت إحالتها إلى الحكومة طبعا يهدف الاقتراح بقانون التم تقدم فيه من قبل أصحاب سعادة النواب إلا هو تقييد العمارة الغير ماهرة وهذه العمارة الغير ماهرة لها سلبيات كثيرة وتأثر على الاقتصاد وتأثر على الإنتاجية وهذا النوع من العمال دائما يكون غير مرغوب فيهم في أي اقتصاد موجود لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح الذي يتم تقييد هذا النوع من العمال وكذلك في نفس الوقت أنه يتم حث المواطنين أنهم يأخذون مهارات أنها تتواكب مع تنظيم سوق العمل وبالتالي فهناك تكون خطط أحلال مع تجديد التراخيص في الوظائف التي تطلب مهارات محددة ودات أجور عالية أن يتم وضع خطة معاها على أساس يتم أحلال البحرينيين في خطة متكاملة في الحقيقة تقدمنا بهذا القانون مع أخوة زملاء من أجل استكمال النهوض بالمسيرة التعليمية في مملكة البحرين والقانون هذا يتكلم أن هناك أحيانا يكون هناك فرقات في السن أو تعد بالأشهر فهذا القانون يعدل على المرد السابق أنه يتم قبول التلاميذ أو الطالبة من السن السادسة في العمر دون نظر إلى فرقات الأشهر وهذا سيساعد طبعا كثير من العوائل أنهم تخلصوا من الأعباء المالية المختلفة إن كان هناك نية لدخول الطفل في النيرسري أو الراوضة أو ما شبه ذلك فدخول الطفل من السن السادسة في العمر في النظام الأساسي للتعليم أعتقد أنه سيحل المشكلة ترجمة نانسي قنع